بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في مقرر القيادة الريادية والسلوك التنظيمي في ماجستير ريادة العمال في جامعة الجميع الذكية أنا الدكتورة ناهد أحمد دكتورة ريادة الأعمال ورأس المالي الاجتماعي من كلية إدارة الأعمال في جامعة يوركسنجون في بريطانيا أنا حالياً أشتغل كميزة العمالية في جامعة يوركسنجون في بريطانيا باختصار شديد عن نفسي أنا أحد الفائزين التمانية في سيفيك سكولر أورد لعام 2021 و2022 في بريطانيا أيضاً أنا أحد الثنين الفائزين على مستوى جامعتي لقلده دكتورة ريسيرتش في العام 2020 وعام 2021 أيضاً أنا أحد الفائزين بهسبال سكولرشيب لدراسة الدكتورة الممولة من البريطانس العام 2019 عندي أكتر من عشر سنوات في مجال تدريس المواد أو المقررات الإدارية والمالية والريادية أيضاً أكتر من عشر سنوات في تدريب المهارات الإدارية والمالية والريادية للشباب وسيدات وربات البيوت مع منظمات المجتمع المدني سواء كانت المحلية أو غير المحلية أيضاً عندي أكتر من عشر سنوات في مجال العمل الإداري في الجامعات الفلسطينية هذا باختصار شديد عن نفسي وخبراتي خلال الفترة السابقة منشوراتي في كل من المؤتمرات الدولية والمجلات البريطانية المجلات العلمية المحكمة البريطانية في كل من ريادة الأعمال وريادة الأعمال النسائية والمشروعات الصغيرة بالإضافة لأنه حالياً أنا في إطار نشر فصلين في كتابين مختلفين خلال هذه السنة إن شاء الله راح يكونوا في المكتبات البريطانية هذا باختصار شديد عن نفسي خلال هذا الفاصل إن شاء الله راح أكون معي الطلبة في مقرر الدراسي هذا المقرر هو هذا المقرر بتحدث عن القيادة الريادية والسلوك التنظيمي زي ما إحنا شايفين هنا إنه هذا المقرر هو عبارة عن شقين وموضوعين مختلفين الموضوعين مختلفين في المضمون لكن بالأساس هم مكملين لبعض أمان وثبات السلوك أو النظام الداخلي داخل أي مشروع داخل أي مؤسسة يكتمل بالمهارات القيادية أو القيادة الريادية فخلال هذا الفاصل إن شاء الله راح يكون عنا فرصة إنه احنا نتعرف في شكل واسع وعميق عن مهارات بناء المؤسسة الريادية بناء القائد الريادي أسلوب القائد الريادي الاتخاذ القرارات الريادية والقيادية إجراءات حل المشكلات تجاوزها الخروج من حالة عدم اليقين وأيضا كيف نتخلص من الغموض والحصول على المعرفة أيضا هذا الفصل راح يكون نقطة انطلاق لبداية التعرف والتعلم السلوك التنظيمي راح ناخد نظرة فاحصة واسعة على الانترناشنال ايشوز على القضايا العالمية في السلوك التنظيمي أيضا راح يكون عنا فرصة انه احنا نطور قدرتنا على التفكير بشكل استراتيجي وممنهج من خلال انه احنا نتعرف على بعض الكيسز أو السيناريوز المختلفة سواء كانت سيناريوز محلية أو كانت سيناريوز عالمية راح يكون عنا فرصة كافية خلال هذا الفصل انه احنا نشرح نتعلم نناقش بعض بعض الرياضين الناجحين القصص الناجحة كيف هاي المؤسسات المراحل اللي مرت فيها كيف بدأت كيف نمت كيف تطورت كيف استطاعت انها تحقق هذا الثبات في كل الظروف المختلفة وكيف تعاملت مع كل الظروف المختلفة وان شاء الله خلال الفصل راح يكون عنا يعني انا بستطيع انه احكي انها تجربة ممتعة في انه احنا نتعرف على كتير قصص مختلفة سواء كانت في وطننا العربي او خارج وطننا العربي سواء كانت لقصص نجاح عربية اه في الوطن العربي او خارج الوطن العربي او قصص نجاح اه غير عربية اه نتعرف على قصصهم ان نناقشها انحللها وان نعرف ايش الاختلاف بين قصص كل اه انتربيونور او 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 انادر انتربيونور حكيتنا بالبداية انه هذا المقرر هو عبارة عن شقين اه الشق الاول اه من المقرر بيتحدث عن الانتربيونورية الليدرشيب يعني القيادة الريادية. ان شاء الله خلال هذا الفصل راح نغطي مجموعة من الموضوعات الهامة في القيادة الريادية. آآ وراح نتوصل لفهم عميق وواسع مجموعة من الموضوعات اللي هي تعلم مهارات القيادة التأسيسية اكتساب تقنية التشجيع التعاون والابتكار والابداع في بيئات عمل مختلفة. ايضا آآ راح يكون عنا فرصة ان احنا نفهم آآ كيفية تطوير اسلوب القيادة اللي موجهة نحو الهدف. ايضا راح نتعلم مبادئ القيادة لتعزيز بيئة عمل تعاونية بتشجع على الابتكار. ايضا آآ راح يكون عنا الفرصة لانه احنا آآ نتعلم القيادة الاستراتيجية. اما في الشقة التاني. اما في الشقة التاني من المقرر اللي بيتحدث عن اللي متعلق بالسلوك التنظيمي. راح يكون عنا المجال واسع او مفتوح امامنا لانه احنا نتعرف بشكل واسع ونفهم بشكل واسع عن مجموعة من الموضوعات اللي هي فهم الاساس المنطقي للسلوك التنظيمي وخصاصه. ايضا آآ فهم نظريات وتطبيقات المواقف الشخصية والتعلم والتصورات والشخصية. ايضا راح يكون عنا فرصة انه احنا نتعرف ونفهم مفاهيم ديناميكيات المجموعة والتحفيز والاتصالات والقيادة. خلال الفصل ايضا ومن خلال هذا المقرر راح نمتلك آآ خلفية اساسية في التقافة التنظيمية بالاضافة لاكتساب مهارات حل النزاع والمشاكل داخل بيئة العمل. هذا باختصار عن المقرر آآ او كمعرفة عامة عن ما ما يتضمنه المقرر. اللي احنا ان شاء الله راح نتعرف بشكل اوسع وبشكل دقيق ومبسط آآ بطريقة يستوعبها الطالب عن المقرر ومشروحها بشكل سلس ان شاء الله لالطالب لحتى سواء كان الطالب متخصص او الباكجراوند تبعته بالادارة او باكجراوند مختلفة عن الادارة راح تكون المعلومات بشكل آآ سلس آآ مبسط بالطريقة لنوصل فيها ان شاء الله المعلومة لالطالب. هذا المقرر إلو كتابين مقررين. المقرر الاول حتي غطي الشق الاول المتعلق بالانتربيونوري ليدرشاب. آآ والكتاب التاني اللي بدو يتعلق او بدو يغطي الجزء الخاص بالانتربيونيزيشنال بهيفير او السلوك التنظيمي. الكتابين المقررين ان شاء الله راح يكونوا متوفرين من خلال الجامعة وراح يكونوا مبسطين ومشروحين من خلال التسجيلات اللي راح تكون مرفوعة على منصة الجامعة. الجدول المناقشات للديسكوشن سيشن آآ المعتمد من خلال الجامعة راح يكون ان شاء الله كل اتنين من التمانية للتسعة بيام التمانية التسعة مساء بتوقيت السعودية ان شاء الله. نلتقي اللي نتناقش في آآ الموضوعات اللي تم شرحها خلال الفصل. اذا كان في نقاط غامضة او نقاط غير واضحة او قضايا بتحتاج الى المعالجة. ما آآ بينه وبين الطلبة او بال آآ بشكل آآ موسع ان شاء الله راح يكون عنا فرصة لانه ان احنا نناقش بشكل جماعي بعض السكسس ستوريز. آآ بعض قصص النجاح آآ آآ المتعلقة بسكسس انتروبينورز. والاضافة ايضا آآ هناك بعض القصص اللي هي فاليور. يعني هي قصص عدم نجاح. خلينا برضو آآ نتعرف عليها ناخد نظرة عليها نعرف ايش الصعوبات او الاخطاء اللي وقع فيها الناس اللي مشاريعهم لم تنجح. آآ لحتى آآ نستطيع انه نتجنبها آآ في آآ خططنا المستقبلية لما يكون عنا مشاريع ان شاء الله. او ازا كان في احدا مننا عنده مشروع حالي قائم فنتعرف على اللي وقع فيها الاخرين وبالتالي نتجنبها في آآ خلال عملنا. كل محاضرة راح تكون ان شاء الله مسجلة مرفوعة على منصة الجامعة او على قناة الجامعة وفي نهاية كل محاضرة راح يكون عنا اكوز قصير ان شاء الله. اكزامز انت ماركز. آآ حكينا انه بنهاية كل محاضرة راح يكون عنا شورت اكزام. آآ والشورت اكزامز هادي عليها تبانين بالمية من العلامة. وفي عنا ان شاء الله فاينال اكزام علي عشرين بالمية من العلامة. آآ آآ دفاينال اكزام او الامتحان النهائي او الاختبار النهائي ان شاء الله راح يكون ستين دقيقة. آآ جميع الاختبارات ان شاء الله راح يتم من خلال الموديل. تبع الجامعة. بامكان الطلبة انه يتواصلوا معي في لاي سؤال لاي استفسار حول المقرر لاي مساعدة بخصوص المقرر لاي تساؤل آآ لاي كيس استادي بيحب تحبوا نناقشها بشكل جماعي. آآ از اي طالب عنده كيس استادي حابب نحنا نناقشها بشكل الجماعي او عنده اي استفسار بامكانكم انتو تتواصلوا معي على ناهيض.كمالات.esu.ac.ae ان شاء الله. آآ شكرا لكم. آآ امنياتي لكم بالتوفيق. آآ امنياتي لكم بداية موفقة آآ سنة دراسية جديدة مفعمة بالامل مفعمة بالمعرفة آآ مفعمة فيكم جميعا في جمعة الجميع الذكية ونلتقي خلال فصل الدراسي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته